أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين النهاردة إن شاء الله في ضيافة البيت الكبير وحدة من بنات النادي الأهلي من أبرز الأسماء في تاريخ لعبة الكرة الطائرة ومتواجه بأكبر عدد من البطولات اللي ممكن لعب أو لعبة توصلها في لعبة جماعية دخلت النادي الأهلي وعمرها سبع سنوات ولكن دخلت النادي الأهلي وعمرها سبع سنوات النهاردة بعد قرار اعتزالها بنستضفها في البيت الكبير أو في قناتها أو في بيتها داخل قناة النادي الأهلي خليني أرحب بواحدة من أساطير الكرة الطائرة في مصر وفي النادي الأهلي نهلة سامح زكا كابت النهل أهلاً بحضرت بارك إيه الحمد لله كله تمام كله كويس حمد لله قبل ما نتكلم معها هنطلع نشوف تقرير عن نهلة سامح ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى نهلة أنا حبدأ معاك بقرارك الأخير وهو قرار الاعتزال اللي أنا أفهمه أو اللي أنا أعرفه أن أنت كان عندك المقدرة أن أنت تعودي على الأقل سنتين أو ثلاثة كمان طبعاً يمكن القرار ده طبعاً قد تدرسه فترة يمكن بقى لي يعني حقول مساء الفاتحة أن أنا بتدرس القرار ده لكن يمكن الظروف ما ساعدتنيش السنة الفاتحة أن أنا اعتزل في وقت كان صعب شوية كان نقطة تحول كبيرة يعني مع الفريق فكملت السنة دي وقرارت أن السنة دي يكون ده أنسب وقت وأن أنا أخرج فعلاً وأنا لسا أدأ ألعب أعتقد ده كان قرار صعب أن أنا أخرج وأنا لسا أدأ ألعب والحمد لله كان حتى مع المنتخب المصر كان المشرف على المنتخبات كان ينكلمني وكان حابب أن أنا أكون يعني أنا كنت حب أن أعتزل في الوقت ده يعني أعتزل وأنا قد أكمل وأنا في أعلى مستوالية يعني وأنا حتى الحمد لله قدر أني فوزنا ببطلة الدور وكاس السوبر فكنت يعني أعتقد وكان حلمي من وأنا صغير أن أنا بطل وأنا الحمد لله لسا أدري يعني أنت حاول البعض أن يثنيكي عن هذا القرار أكيد طبعا ويمكن حتى يعني مش عايزة أقول جوة مصر بس لا يمكن كمان فيه مدربين بورا مصر يتواصلوا معي ولعيبة بيلعبوا قدامي في منافسة يمكن ما تكلمتش معاهم عشان دائما كان بيكون فيه منافسة طبعا زي ما حضرتك عارف يعني مثلا فرق من تونس والكلام ده اتفاجئت أني لقيت بعد القرار لقيت لعيبة كتير متضايقين من بورا مصر يعني حتى المنافسين اللي يبتدوا يتكلموني ويقولوا لي احنا الخبر ده طبعا زعلنا جدا وإحنا شايفين أنك تقديري تكملي ولكن أنا حبيت طبعا أن أنا يعني أدخل بقى تحدي جديد إن شاء الله في سبب رئيسي خلاتك تعملي كده؟ لا بس أنا حابة أن أنا إن شاء الله يعني زي ما قلت الحضرانيك أن أنا كنت أخرج وأنا الحمد لله في أعلى مستوى ليا أن أنا كنت أدألعب وأننا الحمد لله كاس بنينة الدوة وكاس السوپ وأننا سأدخل بقى إن شاء الله تحدي جديد بقى إن شاء الله إيه التحدي الجديد اللي ممكن تخشيه يعني زي ما أنت بتقولي أن أنت أو أنا بشوف أن القرار اللي اعتزال ده قرار أصعب بالنسبة لأي لعب في العالم جدا جدا يعني لأنه إما بتكبر عليه أو في حالتك أنت بتفكري مليون مرة أعتقد يعني بقالك سنة هو بتقولي بفكر في هذا القمر وبالتالي هو قرار صعب جدا فإن أنا أخد هذا القرار أكيد أنا محدد لنفسي هعمل إيه هو أنا إن شاء الله نويا أن أنا ما أخوكش من نادي الأهلي فابتديت أدعمت شوية نفسي بكروسات طبعا يعني خدت كروس كوتشنج لفل 1 من الاتحاد الدولي ودخل خلاص كمان يومين لفل 2 فني ولكن أنا برضو حب أدخل ممكن حتى لو في حاجة هدخلها في الإدارة فأنا حب أدعم نفسي في الناحيتين وإن شاء الله يعني ربنا يسهل يعني نويا أن أنا أخدب إن شاء الله النادي الأهلي بشكل مختلف عن ما كنت العيبة إن شاء الله